نروح لأخبار الاقتصاد مدير بعثت صندوق النقد الدولي لمصر اسمه سوبير لال قال ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطني اسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وان العجز المالي تقلص بشكل لافت مدير بعثت صندوق النقد الدولي لمصر اكد كمان ان مجموعة الاصلاحات الطموحة بوجه عام حققت عدد من الانجازات المهمة بالفعل على رأسها تراجع التضخم والبطالة وكمان تحسن افاق النمو لحد كبير وان اهم الاصلاحات دي هو تحرير سعر الصرف واصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وكمان تعزيز ادارة المالية العامة بالاضافة لخطوات مهمة لتحسين مناخ الاعمال كاقرار قوانين الترخيص الصناعية والاستثمار والافلاس والشركات قال كمان ان تحقيق معدلات نمو مرتفعة بيكون فعال من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساعدة على رفع مستويات المعيشة وكمان هيعمل حيز مالي اكبر لتوسيع النطاق اللي بتغطيه او بتغطيه شبكة الامان الاجتماعي ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين